بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس درسنا لهذا اليوم بعنوان فتن الشبهات سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على أسباب فتن الشبهات وسنعرف موقف المسلم من الفتن وطرق الوقاية منها أولا أسباب فتن الشبهات لفتن الشبهات أسباب منها أولا اتباع الهوى وفساد القصد والنية قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالهوى يعمي ويصم ويجعل صاحبه يرى الحق باطلا والباطل حقا ومما يدخل في ذلك الإعراض عن دين الله وشرعه ثانيا الغلوب والتقصير فإن الغلوب في الدين من أكبر أسباب الوقوع في الفتن فما أوقع الخوارج في بدعتهم إلا الغلوب في الدين مما نتج عنه تكفير أصحاب الذنوب من المسلمين واستحلال دماء المخالفين لهم قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوب في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوب في الدين حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كما أن التقصير ومقابلة الغلوب بالضد نتج عنه بدعة الإرجاء التي نتج عنها التساهل في الطاعات وارتكاب المحرمات ثالثا اتباع المتشابه وترك المحكم ومعنى المحكم في الآية أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ومعنى المتشابه في الآية أن يكون معنى الآية خفية بحيث لا يفهم المراد منها إلا بردها إلى النصوص الأخرى رابعا الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الوقوع في الفتن وكذا قلة الفقه في الدين خامسا أخذ العلم عن غير أهله وأخذ العلم عن غير أهله لا يقتصر ضرره وإثمه على صاحبه بل يتعداه إلى غيره فيفسده ويضله عن سبيل الله سادسا الفتوى بغير علم وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب إلى ما هو موقف المسلم من الفتن وما هي طرق الوقاية منها حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يعصم منها ومن ذلك ما يلي أولا التعوذ من الفتن وذلك في كل صلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجان وقال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثانيا إذا ظهرت الفتن ولم يتضح للمسلم الحق فيها فعليه بالتثبت والرفق والتأني وعدم العجلة قال صلى الله عليه وسلم من تشرف لها تستشرف أي من يتطلع للفتنة يقع فيها فكم واقع في الفتن بسبب تعجله ومحاولته السبق والريادة في المبادرة وخصوصا ما يقع الآن في مواقع التواصل الاجتماعي ثالثا التمسك بالكتاب والسنة فإن التمسك بهما يقل عبد من الانحراف في عقيدته وعمله فلا يقع في فتنة فمن تمسك بهما وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر عصم من الفتن وإنما الفتنة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال صلى الله عليه وسلم عن الفتن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رابعا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم في كل حال وهذا من أعظم أسباب الوقاية من شرور الفتن كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وتتمت الحديث فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد الخير شر قال نعم فقلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قال قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله وما تأمرني إن أدركت ذلك وهنا الشاهد من هذا الحديث قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عظ على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك خامسا الرجوع إلى العلماء الراسخين قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا سادسا السمع والطاعة للولاة والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهام سابعا ترك السعي في الفتنة يجب على المسلم الابتعاد عن مواطن الفتن وأسبابها لأنه كل ما كان أبعد كان أسلم من الوقوع فيها وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الابتعاد عن الفتن كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي فيها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفي أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار ثامنا الإقبال على العبادة وقت الفتن والاقتتال بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي ومعنى الهرج أي كثرة القتل ومن أهم العبادات أداء الصلوات المكتوبة والنافلة وقيام الليل فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله ماذا أنزل من الفتن من يوقض صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة تاسعا الحذر من تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن على ما يقع من النوازل ففي ذلك محذورا ألف الجزم بأن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص هذه الواقعة وليس عنده علم بذلك وقد ذكر أهل العلم أن نصوص الفتن لا تفسر إلا بعد وقوعها باع ما ينتج من هذا التنزيل من مواقف وأمور قد تسفك فيه الدمع وتخرب فيه البلاد وقد يعاب الإسلام وأهله بسبب هذه التصرفات الجاهلة فعلى المسلم أن يتقي الله وليكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر ختاما عزيز الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس عرفنا فيه أسباب فتن الشبهات وتعرفنا فيه على طرق الوقاية من الفتن عصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته